نروح بعد كده لانتحاد الكورة كنا عملنا مكالمة تليفونية مع الدكتور المحترم طارق سليمان أستاذ العظام وكان قال لنا الأسبوع اللي فات أنه المسحة ما بقتش مؤكدة كان مسحة كورونا وقال أنه العينة بتاعت الدم هي أفضل حاجة دلوقتي عشان تؤكد وجود الإصابة لسامح الله من عدمه وإدى أمثلة وقال أن هذه النقطة الدم اللي بياخدها منك المعمل بتكشف ثلاث حاجات وهي بتقطع بتقطع إذا كان الفيروس موجود أو غير موجود حيا صديقنا أحمد مجاهد طبق هذا الأمر في قسم الثالث والرابع يعني ده شيء محترم جدا ربما بعد مكالمة الدكتور طارق الله أعلم لكن هذا هو الأمر كانت بتطبق طبقت في القسم الثالث والرابع الخبر قدامي أنه هو أحمد مجاهد مش هيشغل حكاية الرابع التسل مش أكيد أو نتائجها وهيعمل مسحة المسحة دي لو بياخدوها من الأنف أعتقد أنا أتصور أنه خليك أحسن في نقطة الدم اللي أنت عملتها في قسم الثالث والرابع هو بيقول هيعمل المسحة قبل المباريات بـ 48 ساعة وهو عمل طلب الحياة محترم جدا لطبعا وزارة الشباب والرياضة أنه فيما يتعلق باللقاح أنه يحطوا في البرنامج الأولي الفرق كلها فرق كلها